ده بعد تصريح اهاب جلالي لا اوكسون من عابل ما اعرف لا هل انت بدأت يعني هل السخونية دي بدأت تزيد او تشددك في الرأي ده بعد تصريح اهاب جلالي اللي قال فيه بعد الحلقة اللي فاتت ان فيه ناس شغلتها الكلام فبالتالي انا مش في دماغي وبالتالي انا بتكلم ده اسد مصر كلها ماشي ووصف ووصف منتقدي ووصف منتقدي بالاراجوزات طيب لو قال الاراجوز مصر كلها تقول لك رضع بعال صح انما هو قال لك اراجوزات اسمعني بس اراجوزات يعني اذا ان مصر كلها مش موافقة عليه فهو قال البوست ده ولا التصريح التصريح ده على مصر كلها مصر كلها مش موافقة عليه انت مش موافقة عليه ولا الناس اللي قاعدة ورا الكاميرا دي موافقة عليه ولا حتى ناس في بيته موافقين عليه واغت بالك فهي المشكلة كلها انه هو ما بيصدنيش انا ده قال على مصر كلها انما لو قالك الاراجوز اه قد تتفهم انه على رضا عبدالعلي انه الوحيد اللي قلع انا مش اراجوز انا كلامي بص انا كلامي بيجي مسجل وبيتحقق واغت بالك انما هو ما يفرقش معايا هو ما يفرقش معايا لا هو يفرق معايا دلوقتي لانه بقى مدرب منتخب مصر ده اذا كان لسه اتضغط ما فداش اذا كان اصلا بص هو قال الكلام ده ليه؟ ده مؤتمر صحفي بعد ما دش ايه؟ مازمبي خليك في واكستك خليك في اللي انت لا خليك انت اتكلم فني لا اتكلم اتكلم فني وقول انا اخسرت ليه او تعاللت ليه النهاردة هو قال في اراجوزات كتير بتقول اي كلام رد ناري من ايهاب جلال ده بيقصد مصر كلها ده بيقصد مصر كلها يعني هو انتقد من كل الناس على التصريحه ده لا ان التصريح طبعا يبين كيفية التعامل بعد كده مع الضغوط ده لسه ده لسه عنده مطش تاني طب استان لما تعد المطش التاني واطلع اقول اللي انت عايزه يعني تكون خدت الفرقة لبر الامان انما انت لسه بتقول يا هادي ومتعدل على ملعبك ومفروض تكسب عشان انت مازمبي دي زي ما بيقولوا مع انتفرجت على المطش فرقة ما تخوفش وفرقة كان لازم يكسب اتنين وثلاثة ويروح مستريح فانت ساب المؤتمر وبيمسك في ده حتى لو هو تسأل السؤال ده يقولك الموضوع ده لما ممسك المنتخب يبقى اللي يرد علي في الملعب ده مفروض هو بس ايه يعني احنا في وقت من الاوقات بيبقى على حسب المزاك تيجي تدخل مؤتمر صحفي وتسأل فمسلا مسماني كان كارتيرون اي مدرب حتى اهد جلال او اي حد لما بيبقى المدرب عايز يجاوب على السؤال ييجي يقولك فيقول التصريح اللي هو عايزه ايا كان بقى التصريح في التوقيت ده بقى بيبقى سؤال حل طالما انه هو خارج المباراة لما ما بيكونش السؤال على مزاج المدير الفني بيعمل لك بيقولك لا ومرايب المباراة اللي بيبقى قاعد ولا مرايب لجنة المسابقة يقولك لا الناب الصحفيين اللي موجودين يسألوا بس في المتش فاحنا مش عارفين القصة لا مواساب المتش والكارسة اللي عملها وعشان يلهي الناس ان هو عامل بالوى النهاردة ومتعادل على ملعبه واحتمال كبير بنسبة 70% يقرب لا ان شاء الله مش هو انا بكلمك انا مباليش دعوة ان شاء الله بيرامدز والمصر والنادي الاهل ان شاء الله يكملوا ان شاء الله بس انا بكلمك يعني على انت بتكلم من الامور الفنية المفروض ان تصريح زي ده لما يجي له وقولك انا مش هرد على الناس دي الا ده لو عايزه رد الا من خلال الملعب وقبلك انما هو عشان لسه الضغط اشتول عليه لا اهل كلال كسب هناك باذن الله ان شاء الله بيرامدز يتخطى مازمبي هتعمل ايه انا مالي ما يخسر ولا يكسب انا مالي لا انا بكلمك هو انا اللي اخد فلوسه انا اللي اخد مقافة المطر لا انا بكلمك ده طبيعا اللي يكسب انا لسه بقولك ايه انا لسه بقولك فرقة عادية جدا وهو مفروض كان كسب هنا اثنين تلاتة عشان على الاقل يروح مرتاح يكسب هناك كمان وقبلك انما يكسب يخسر انا مالي انت بتقولي اعمل ايه اعمل ايه الشعب له اعمل له ايه ده لو خسر لازم على اتحاد الكرة يعيد النظر تاني في التعاقد معاه لو خسر وطلع فرقة زي دي عشان ماتش اما ليه ده بطولة هلنا نطلع فاصل ده بطولة هو ماتش هو اي ماتش هو هينزل يلعب اعمل 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 انت اسلام وحيان